اشتركوا في القناة والدتي كثيرا لأنها هي الأم وهي الأب وهي الأخ حتى أخوان أنا ما عندي لي أختين والوالدة كانت بالنسبة لي كل شيء فحين توفي الوالد تزوجت وأخذتني معها وأحاطتني بالرعاية وبالحنان وعطتني أيضا مساحة من الحرية أنا أعتقد أيضا يعطي الشخص ميزة الاعتماد على النفس فكانت الوالدة يعني تنظر إلي من بعيد واهتمت بي صحتي واهتمت أيضا بتعليمي دخلتني المدرسة وأنا عمري خمس سنوات طبعا جزء منها اهتمام بالدراسة جزء منها أيضا لترتاح من شقاوتي وأنا صغير فشقاوتي الصغير وخاص صهيبة كان يتيم يعني يكون فيه شيء من الدلال فأخذتني وكنت كمستمع خمس سنوات لكن بعدها ست سنوات استمرت الحمد لله إلى أن أخذت السادسة البلدة بلدة الغاض في ذاك الوقت حتى كهربة ما فيه فكنا نعتمد على السراج نذاكر عليه لكن كانت يعني حريصة جدا علي وعلى صحتي وعلى دراستي وعلى أصدقائي ومن أماشيهم ومن أذهب معهم ف يعني كانت مهمة جدا في هذا الجانب طبعا الوالدة كانت مثال يحتذى بالنسبة لي في رعايتها لوالديها هي طبعا أمها ماتت رحمها الله وهي صغيرة فالوالدة في ذاك الوقت كانوا أعتقد متوسط الأعمار ما يتجاوز ثلاثين إلى أربعين سنة بسبب الأمراض مثل جائحة كورونا بس ذاك الوقت ما كان فيه لا تطعيم ولا فيه ففقدت والديها لكن اهتمت بأخوها اللي أصغر منها ثم بعد ذلك بدأت تهتم بكل من يمرض كل من يمرض في الأسرة تجيب عندها تحضرها إلى بيتها جابت خالتها وجابت أخوها من الرضاع وجابت عمتها كلهم عاشوا وتوفوا في بيتها لأن ما كان عندهم أحد فكانت كنا نشوف الشيء هذا وكانت تعطينا دروس عملية فيها وأخيرا طبعا هي تزوجت زوجها كان أكبر منها فحين كبر أيضا اهتمت به وجو أبنائه يبيأخذونها قالوا ويمكن ما تقدرين قالت لا خلوا عندي زي ما تقول لا تحرموني من الأجر فكانت لفتها كبيرة جدا ويعني أذكر لما راحوا أبنائه أخذ يدعو لها لأنه يبغي يجلس ما يبغي يروح للرياض فهي ما شاء الله كانت مثال لهذا الشيء فأعطتنا مثال يحتذا في هذا الجانب فأصبحنا الحمد لله يعني رأينا دروس عملية والديها هي ما لحقت عليهم لكن بارة بهم بعد وفاتهم فكانت في آخر شعبان تروح تقضي تأخذ مثلا كرتونين دجاج وتأخذ برتقال وتأخذ تفاح وتحط في أكياس وتأخذ اللي معها نمر على العمالة اللي في المزارة نعطي لهم ومئة ريال لكل واحد تقول هذا عشى الوالدين هذه أشياء يعني بدت تختفي للأسف لكن يجب أن يعني الآباء وكبر السن يعطوها لأبنائهم يعطوها لبناتهم يعطوها كذا كيف تأطف على ليس فقط على أبنائك لكن تأطف حتى على الفقير على الضعيف على العمالة يعني لما كنا في المزرعة لا يمكن تتغدى قبل ما تعطي العمال الغداء هذول هم اللي هم اللي يتعبون هم اللي يحتاجون قبل ما يطلعون روح وعطوهم غدوهم بعدين غدونا هذه كانت من الدروس الوالدة رحمه الله كانت في الغاط وأنا في تيكسس في أطير طيران متقدم بعد تخرج مكريتك فيصل جوية وبتعثنا أنا وزملائي إلى أمريكا طيران متقدم فكانت الوالدة رحمه الله يعني مطمئنة جدا ومؤمنة بالله فكنت أكتب لها رسائل أبين لها حتى أحيانا أبينها عن الحياة الاجتماعية اللي هناك كيف يعيشون و أنتظر أيضا إجابتها وتعطينا الأخبار فكان ساعي البريد أحد أبناء اللي جيراننا هو يعمل في البريد فكان يحضر لها الرسائل ويقرأها عليها تقول لها أكتب لي الرد وتعطينا كل الأخبار اللي نسألت عنها والأشياء اللي حصلت وتصل بعد شهر شهرين وأيضا حين أرسلها أشرطة أسجل بعض الأشياء وبعض القصائد حتى أنا أكتب لها قصيدة أكتب لها شيء أكتب لها كذا وللأسف إنها ضاعت الأشرطة هذه وضاعت الرسائل ما كنا نحتفظ بها وإلا كانت يعني لما كتبت كتابي كتبت أشياء كثيرة عنها كتابي عشت سعيدا وكانت الوالدة يمكن هي بطلة الرواية وهي اللي قامت على أمتها وقامت على خالتها وقامت على أخوها وقامت على مثل ما ذكرت على زوجها فكل الأشياء هذه ذكرتها في الكتاب لأنها فعلا يعني تؤرخ يعني ضحت بنفسها وضحت حتى الضحي أحيانا بصحتها ما تهتم بنفسها بقدر ما تهتم بالآخرين يمكن نبدأ من لما جبتها للرياضة عندي الوالدة رحمه الله كانت معتمدة على نفسها وكانت بالعكس هي اللي تعطي الآخرين سواء أخوها أو أقاربها أو هذا ولكن قبل وفاتها بحوالي عشرين سنة بدت تمرض تعبت وأصيبت بمرض الشل الرعاش اللي قالها الباركنسون وهذا مرض من النوع اللي يعني يزداد تأثيره سنة بعد أخرى نسمونه بالإنجليزي progressive disease يعني كل ماله يضعف إلى أن يقعده تماما فأول ما بدأت تتعب كنت نقلت للرياض جيت من تبوك للرياض فجبتها عندي في بيتي وبدأت مراجعة المستشفيات وهذه حقيقة جعلتني أشعر بالسعادة لأني على أقل أقدر أقدم لها أنا بطلت الإجازات خارج المملكة صرت دائما أقضي إجازتي قريبا منها ولو رحت خارج المملكة يكون بلدان قريبة وآخر تقريبا عشر سنوات خلاص صرت دائما عندها وحتى اعتذرت عن دورات كان في دورات آخر دورة كانت من أفضل دورات في القوات الجوية سمونها دورة الحرب دورة الحرب هذه كأنها تعادل الدكتوراه يعني اللي يروحوا لها يحسب لهم دورات مسابقة مع الدورة هذه ويعطى بمجبها من جامعة معترف فيها في ألباما من قمري في أمريكا يعطى شهادة ومنذلك اعتذرت اللي أبقى معها ثالث سنوات تعرض علي وأعتذر منها بالعكس أنا أشعر بالسعادة أني أقوم عليها وأني أحتم بها وأنها ما شاء الله يعني هي أشوف السعادة فيها وشوف الرضا وشوف الدعوات دائما تدعو دائما تدعو حتى يوم كانت بكامل قواها في الغاط كانت إذا جاء أحد يطلب منها شيء تعطيه وتقول بس أطلب لأولدي وبناتي دائما وهذا شيء جميل جدا الحقيقة لما تعبت مرة خلاص صارت هذا أنا الحقيقة لا أريد أن تذهب إلى المستشفى وترقد فيه لأن أعرف أنه يضرها أكثر فالحمد لله في المستشفى العسكري عندهم خدمة والآن أعتقد معظم المستشفيات على أساس الخدمة المنزلية فكانوا يجونها أسبوعيا ويأخذون يحللون وجددون لها ويشوفوا الضغط ويعطونها الدواء إذا خلص الدواء فكانت مرتاحة لهذا الشيء و حتى أيامها الأخيرة أيامها الأخيرة شفنا الضعف فيها بدأت تضعف بدأت حتى يديها صارت مهي نفس القوة السابقة و ف سبحان الله يعني ذاك اليوم كنا كلنا مجتمعين عندهم أنا وخواتي وأسلمت الروح بكل هدوء في هذا بالبيت وليس في المستشفى ف طبعا أخذ النقل نهي للمستشفى وكانت سبحان الله العظيم تنقل كفنها يمكن من 20 سنة دائما تقولني وديت مكة وغسلت وحاطت مع الطيب والأشياء هذه وكلها إيمان بالله سبحانه وتعالى أنه في أي وقت نعم فهي كانت مؤمنة بالله وقانعة وهذه منها بسيطة يعني القناعة والإيمان بالله والرضا وكانت دائما تلهج بالدعاء الحمد لله عسى من ذو دون وزي هذه أشياء كلمات جميلة جدا الحمد لله يعني بعد ما توفيت يعني سمعتها وما عملته استمر وأخواتي يعرفون صديقاتها ودائما أتواصل معها وبعضهم انتقل رحمة الله وبعضهم موجود يعني في هذا أيضا برنا بأخيها اللي هو خالي وكانت تحبه كأن ابنها لأن هي أكبر منه واستمر الحمد لله وإلى الآن مستمر هو توفي أيضا لكن زوجته وأبنائه وبناته أصبحوا أيضا دائما نزورهم دائما على تواصل وعلى الناس اللي كانت الوالدة تهتم فيهم نقوم بزيارات ومستمرة وصدقات لها ودعوات كل الأشياء هذه مستمرة مني ومن خواتي لها فهذا الشيء إن شاء الله يعني لن ينقطع لأنها مثل ما قلت لك يعني هي أعطت أعطت دروس عملية وهذه الدروس إن شاء الله يعني تستمر الحمد لله يعني من الأشياء اللي قمت فيها أني ساعتها واشترت البيت كان بيت طيني كبير انتقلوا من المزرعة وسكنوا فيه بوسط البلد وبعدها لما جاء البنك العقاري وطلعوا الناس المخططات جديدة ما كان عندي أرض تنازلت لها وبنيتها أنا وياها وصارت الفلة باسمها على ستشعر هي إن هذا بيتها فكانت يعني شيء مهم جدا والحمد لله يعني عاشت فيها إلى أن جبتها عندي في الرياض الحمد لله يعني المجتمع مليء بنماذج أذكر كنا رايحين للهاملايا جبل إفرست ومعنى واحد متبرع بكليته لأخيه وقبل تقريبا أشهر أحد زملائنا في مجلس الشورى احتاج إلى زراعة كبد وما في من أبنائه الذكور أحد يناسبه وبنته الصغيرة يمكن عمرها عشرين سنة بدون ما يدرون بدون ما تبلغ أحد راحت المستشفى وكشفت ووجدت أنها مناسبة فعلى طول قالت له يا الله مشينا وتبرعت له يعني هذه الحقيقة يعني نماذج جميلة جدا الآن زوجتي عندها أمها فهي وأخوانها الآن حاطهم زي من نوبات واحد يفطر معها واحد يتغدى واحد يتعش واحد يروح للعصر واحد يضر ما يتركوها لوحدها بس هم ما شاء الله يعني أكثر من يعني هذا لكنهم مستمرين وهذه كانت الحقيقة يعني نتيجة أيضا لأن أمهم هذه كانت بارة بوالديها مبارة بأقارب زوجها وأقاربها يعني الحقيقة هي تتعدى إلى حتى أقارب الزوج وأقارب الزوجة وأقارب كلهم فكلما يعني اتسعت الدائرة يشوفونها الناس وتكون مثال يحتذى لهذا الجانب يعني ما شاء الله الآن أشوف مثلا زوجتي كل يوم تروح كل يوم على فترات يعني وحتى اللي من أبنائها بعيد يعني تعرف الرياض واسع جدا أيضا يأتي يأتي في الوقت لناس ببعضهم يكون عند دوام عند هذا فاي يشوفون وقت وأنا شوفها ما شاء الله يعني حتى يتسابقون ناس آخرين من أبناء العم وأبناء الخوال سباق من اللي يروح الأبوه في نهاية الأسبوع يتلقى الأبناء هنا عشان الوظائف آباءهم في الغاط أبدا في نهاية الأسبوع ويرتبون ما بين الأبناء والبنات عشان ما يتركوه لوحدهم قبل حوالي يمكن أسبوعين اتصل بي زميل من زمان ما شفته ويسلم وكذا قال يعني الحمد لله ما شاء الله يعني أنت أصبت من النجاح في القوات الجوية وفي الشورى 12 سنة وفي هذا وسمعتك طيبة ويقول أعتقد أنه منبرك بوالدتك فقلت شوف هذا بلا شك كبير بالوالدة كبير جدا لكن أيضا اجتهاد الإنسان اعتماده على نفسه وعلى الله سبحانه وتعالى أن هذا وأن يبذل ما يستطيع والله سبحانه وتعالى يوفقه لكنك لا يكفي أن تقرب بوالديك وتهمل الجوانب الأخرى تهمل صحتك تهمل أسرتك تهمل عملك لا هي يعني كل شيء لحق فبر الوالدين جزء مهم جدا من هذا التوازن وكلما كنت بار أبنائك شوفونك وغدا سيقوم بنفس الشيء بالنسبة لك موسيقى